أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء للصف الأول السنوي طبعا أكيد حلقة النهاردة حلقة متميزة حلقة النهاردة حلقة مراجعة ليلة الامتحان حلقة النهاردة تعتبر آخر حلقة من حلقات ترمينا الأول أو فصلنا الدراسي الأول طبعا أكيد خلاص أجرينا امتحان العربي أو مريت بامتحان اللغة العربية واتطمنتوا عرفتي عن إيه نظام البوكلت برضو هنعدي بسرعة على النظام كده علشان تكون مؤهل بكرة لأداء اختبارك في المادة الأحياء طبعا نظام البوكلت زي وزي أي نظام أو زي وزي أي امتحان لكن هو الفارق أنه هديك شي حاجة شبه كراسة كده من 11 ورقة ما تتخدش من الرقم هي هتكون وش واحد بس ال11 ورقة دول هيكون عبارة عن 17 سؤال في عشر أسئلة اختر ودي بدرجة الزين دي هدية عشر درجات ضمنهم لأن أكيد سؤال اختر بيكون سؤال سهل ولو أن خلي بالك أن الانتحان السنة دي بإيه درجة تفكيرك ودرجة استيعابك للمعلومة عندنا بعد كده 3 أسئلة مقال طويل هتمقى بدرجتين ايه معنى مقال طويل قد يكون رسمة ويطلب منك عليها بيانات أو يسأل على الرسمة على النظام أنت لو رجعت آخر حلقتين وحلقة النهاردة وانت بتستعد لأداء الاختبار ده هتلاقي الكلام خلاص أصبح أنت عارفه بدرجتين ممكن يطلب منك رسمة ممكن يجيب لك رسمة عليها بيانات ممكن يحطك في موقف معين ويبدأ يسأل عليه ويدي لك عليها الدرجة بتاعتك فاضل معنا أربع أسئلة مقار قصير بدرجة يبقى درجتك هتكون من 20 درجة التمن اللي انتحان هيجي سهل إن شاء الله ادخل على ثقة من نفسك وإن شاء الله ربنا هيوفقنا طيب تعال نشوف إحنا عملنا إيه السنة دي نجري بسرعة الأجزاء المنهج زي ما اتفقنا نعمل كده النهاردة ونكمل حل أسئلة بنفس الموضوع أو بنفس الكيفين احنا منهجنا اجتمل في الترم الأول على بابين اتكلمنا عن أساس الكيميائي للكائنات الحية ياريت وانت بتراجع ابدأ اعمل جدول اكتب كاربوهادريت البروتينات الليبيدات الأحماض الناوية وابدأ قارن بينهم هقارن من حيث إيه التعريف واتفقنا كلهم واحد هيختلف معاك في آخر كلمتين بس لو كاربوهادرات سكر أحادي زي الجلوكوز لو ليبيدات يبقى أحماض دهنية لو بروتينات أحماض أمينية لو أحماض نوية يبقى أنا بتكلم عن النيوكليوتي ده ادخل على الصيغة العامة أو البنائية بتاعت كل حاجة طبعا بعد الصيغة العامة هدخل على التصنيف إزاي إيه هي أنواع المادة دي أو المادة العضوية اللي بتوجد في جسم الكائنات الحية وفي النهاية أبدأ أشوف أهميتها في جسمك إيه وأبدأ أشوف كيفية تكشف عنها خلي بالك الكواشف كاشف سودان أربعة كشفنا به عن الدهون كاشف بندكت كشفنا به عن السكر الأحادي بينما المعقد زي المسرن النشا مثلا أو الجلايكوجيل بنكشف عنه أكيد طبعا عن طريق اليود لسه معي البيوريت بكشف به عن البروتين لما تيجي الأحماض النوية قارن بين الDNA والRNA من حيث إيه وجه التشابه وفي معنا السؤال النهاردة هيتكلم عن النقطة دي وإيه وجه الاختلاف وبعد كده أهميت ده إيه وأهميت ده إيه اللي اتنين مسؤولين عن إظهار الصفة الوراثية لكن فيه واحد نقل المعلومات الوراثية فيه واحد ترجم وخلق البروتين عشان تظهر الصفة الوراثية نختم الباب الأولاني بالبروتينات أو بنتكلم عن الإنزيمات ويعني إيه طاقة طنشيط والعوامل التي تؤثر في عمل وكفاءة الإنزيم درجة الحرارة والبيئتش وخلي بالك من الأمثلة البيبسين والتريبسين كلا هما إنزيمات والإنزيمات مواد بروتينية متخصصة مسؤولين عن هضم المواد البروتينية بروتين وبيهضم بروتين عادي الإنزيمات مواد بروتينية لها خصاص العامل الحفاظ هتهدم المواد البروتينية في المعدة لو بيبسين في الاثنى عشر لو تريبسين وجه الاختلاف الوسط البيبسين يعمل في وسط حمدي التريبسين يعمل في وسط قلوي بعد كده ادخل على الباب التاني والأخير معنا في الترمي ده هنتكلم عن أدوار العلماء الخلية ووحدة البناء والوظيفة ندخل على الميجرسكوبات نعمل جدول بين الضوئي وبين الألكتروني بعد كده هبدأ أتكلم عن العوضيات الجدار الخلوي والغشاء البلازمي ادخل على كل عوضية اعمل جدول اسم العوضية والوظيفة بتاعتها وهنعجي على كل كلام ده النهاردة وفي الآخر تميز الأنسجة النباتية بسيط بارانشيمي كولانشيمي اسكالرانشيمي وأنا حفظ لكل نسيج ثلاث كلمات البارانشيمي بناء ضوء تخزيم تهوية الكولانشيمي ده سيلوز عند الأركان يبقى بيعمل تدعيم بالإضافة إلى الليونة طب والاسكالرانشيمي بالإضافة لسيلوز ده أنا عندي كمان لجنين علشان يعطي القوة والصلابة وفي نفس الوقت في ميرونة ادخل على مركب إيه واجه الاختلاف بينهم الخشب ينقل الماء والأملاح والحصة اللي فات أو الحلقة اللي فاتت تنونى جزء في الحتة دي النطرات دي أملاح موجودة في الطربة يبقى ينقل هلك الخشب نقل الماء والأملاح من الطربة إلى الورقة طبعا مصنع تكوين الغذاء طب واللحاء مسؤول عن نقل المواد الغذائية عليه التطاقة لو حللت المواد التي توجد في اللحاء هتلاقي سكريات هتلاقي أحمد أمينية هتلاقي المواد القربوهايدراتية اللي كوينها النبات تمازل أنسجة الحيوانية أكثر تمايز هجيب عليها أسئلة كثير النهاردة عندي نسيج طلائي بأنواعه وعندي نسيج ضم وعندي نسيج عضلي وعندي نسيج عصبي اهتم برضو بالرسومات مطالبين برسمة الحمض الأميني مطالبة برسمة النيوكليوتيدا مطالبين برسمة الميتوكنديريا البلاستيدا تعالوا نبدأ نشوف أسئلتنا اللي هتتناول كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده علشان نبدأ نتدرب برضو وأنا عايزاك تراجع كويس أسئلة حلقة النهاردة وأسئلة الحلقتين السابقتين هينمو لك كل مشتملات أو كل أجزاء المنهج طبعا دايما أول سؤال بناخده اختر في الامتحان هجيلك أول سؤال اختر بيقول إيه من الليبي دات التي تحتوي على جزئين من الأحماض الدهنية تاني من الليبي دات التي تحتوي على جزئين من أحماض الدهنية يترى مين الاسترويدات ولا الهرمونات ولا الفوسفوليبي دات ولا الجلايكوجين طبعا طالما جزئين وأنا عارفة أن المفروض الليبي دات عبارة عن ثلاثة يبقى أنا استبدلت الحمض الدهني رقم ثلاثة بفوسفات وكلين يبقى أنا أكيد بتكلم عن مين أنا بتكلم عن الفوسفوليبي دات يبقى خلي بالك الليبي دات تحتوي على ثلاثة أحماض دهنية متحدة مع الجلسرول باستثناء الفوسفوليبي دات تم استبدال الحمض الدهني رقم ثلاثة بمجموعة الفوسفات وكلين سؤال الثاني بيقول لنا ترتبط النيوكليوتيدات مع بعضها بروابط النيوكليوتيد عشان تتصل باللي فوقيها وباللي تحتيها وتكون لي عديد النيوكليوتيد شريط من النيوكليوتيد هيكون الرابطة بينهم شكلها اين هل يترى الربطة دي هتكون بابتدية ولا ايونية ولا هيدروجينية ولا تساهمية طبعا اكيد تساهمية علشان اريحك جميع انواع الروابط لو جاب لي اي حاجة تخص الاحماد النووية جميع روابط تساهمية من غير مدفق باستثناء لو قل الروابط بين القواعد النيتروجينية وبعضها يعني عملت ارتباط بين قاعدة الادينين والثيمين بين الجوانين والسيتوزين او دي هيدروجينية لكن اي حاجة بعد كده لو قل في تكون النيوكليوتيد تساهمية ارتباط مجموعة الفوسفات مع زرد الكربون رقم 5 تساهمية ارتباط القاعدة مع زرد الكربون رقم 1 تساهمية ارتباط النيوكليوتيدات مع بعضها لتكون عديدة النيوكليوتيد برضو تساهمية كل تساهمية باستثناء مين اللي بين القواعد النيتروجينية وبعضها فقط هي دي اللي اقول عليها روابط هيدروجيني طب انا درست روابط ايه تاني في المنهب خدنا كمان روابط البيبتيدية دي كانت فين دي كانت بين كل حمدين امينيين وكان ده عشان يحصل بنعمل تفاعل يتم اجراء تفاعل نازع لجزء المية هنزع المية منين هنزع من زرة او هنزع زرة هيدروجين من مجموعة الامين هنزع مجموعة الو اتش او الهايدروكسين من مجموعة الكاربوكسيل عشان اكون سنائي البطايد او سنائي البطايد طيب بحاول ان انا اضملك كل اجزاء المنهج في اي سؤال ممكن يواجهنا معانا سؤال ثلاثة بيقول لنا يدخل عنصر الفوسفور خلي بالك هنا فيه واقع في السؤال بصفة اساسية في تركيب مين يدخل عنصر الفوسفور بصفة اساسية في تركيب مين هل البروتينات هل الكاربوهايدرات ولا الليبيدات ولا الاحماض النوية فيه ناس ممكن تقول لي طيب ما هو داخل في تركيب الليبيدات ما هو انا لما بستبدل الحمض 3 بالفوسفات والكوليني وادخل فيها في السؤال بس خلي بالك اقرأ السؤال تاني قال بصورة اساسية يبقى الاحماض النوية ليه لان في تركيب نيوكليوتيدة ايا كانت نيوكليوتيدة dna او نيوكليوتيدة rna ايه لازم وحتما ذرة الكربون رقم 5 بتتصل مع مجموعة لايه الفوسفات يبقى انا عارفة انها بصورة اساسية لازم هتكون موجودة معا نشوف سؤالنا اربعة بيقول ايه الانزيمات تتكسر كليا عندما تصبح درجة الحرارة اعلى من كام تاني الانزيمات تتكسر كليا عندما تصبح درجة الحرارة اعلى من كام طب تعال نشوف الدرجات اللي جايبها النا هل يطرى اعلى من العشرة هتتكسر لما يقول لي كليا اذا لنتو عاود عملها مرة اخرى خلي بالك هل عشرة سيلوزية هل سبعة وثلاثين هل أربعين هل ستين درجة سيلوزية طبعا انا عارفة ان الدرجة المصلة للحرارة او الحرارة المصلة سبعة وثلاثين يبقى لما يقل لما يزيد ما فيش مشاكل لكن لو وصلنا لدرجة الستين درجة سيلوزية هنا بقى الموضوع يختلف هنا يبدأ يحصل اختلاف في التركيب الطبيعي للانزيم يبقى جابتنا السليمة هي ايه طبعا ستين سيلوزية هيتكسر تماما ولن يعاود عمله مرة اخرى يبقى ستين لكن اي حاجة ارتفعت عن كده او قبل الستين ممكن يعاود العمل مرة اخرى يبقى خلي بالك مع الستين درجة سيلوزية هنا بتكسر كلية يعني لن يعاود عمله خلي بالك لو خفضت حرارة الانزيم هيكل لنشاته تدريجي الى ان يتوقف قد يتوقف في البعض عند صفر وممكن في البعض عند الاقل لكن المهم انه هيتوقف طب عنده اعادة رافع درجة الحرارة هيعاود عمله مرة اخرى اصلي التبريد لا يؤثر في كفاءة الانزيم لكن لو انت رفعت الحرارة قوي اكيد هيقل تدريجي لغاية ما تيجي عن درجة معينة ويقف عنده من بعدها مش هيشتغل طب لو خفضت له درجة الحرارة برضو لن يعاود عمله حتى بعد تخفيض درجة الحرارة طب ليه؟ لان لما انا رفعت الحرارة قوي انا غيرت في التركيب الطبيعي للانزيم بدل ما انا عندي بروتين اصبح عندك سانو اكسيد الكاربون واحمد امينية هينفع فاكريني المثال لما اعطيت لو انا اجبت اي نوع من انواع اللحوم وحطوه في التلاجة في الفريزر وطلعته اشتغلت عليه هل باز؟ لا لكن لو خدته حرقته اقدر ارجعه لحوم تاني لا يبقى طبعا عرفنا الفريق بين ارتفاع الحرارة وبين خفض درجة الحرارة نكمل باقي اسئلتنا هنشوف السؤال بيقول ايه؟ الحمد النووي منقوس الاكسوجين خلي بالك الحمد النووي منقوس الاكسوجين موجود فين؟ في سايتوب لازم الانسان طبعا برضو السؤال ده فيه واقع احنا متفقين عايزين نفكر هل في الجدار الخلوي في نباتة الام هل في نواة خلية النمر ولا كل ما سابق طبعا اكيد اغلبنا احتوار ما بين الانسان والنمر ما هو الاتنين حيوانات يعني كائنات حية طبعا استحالها تقول جدار خلو الجدار الخلوي في نباتة الام هيكون فيه الحمد النووي علما ان الجدار ده عبارة عن جدار بس هو قال لك الحمد النووي المنقوس الاكسوجين موجود فين؟ انا عايزي اشتغل المنقوس الاكسوجين انا بتكلم عن دي ان ايه يبقى هيشتغل فين؟ طبعا اكيد فيه نواة خلية النمر اكيد مش في الساتوب لازم اكيد ولا في الجدار هو الجدار ده هيكون فيه انوية يبقى انا بتكلم عن نواة يبقى لازم ادور على النواة ايا كان النواة دي موجودة فين يبقى نواة خلايا النمر طيب نشوف السؤال ده بيقول لنا ايه؟ الجلايكوجين الجلايكوجين يعتبر من السكريات العديدة ويوجد بصورة اساسية فيه يترى الجلايكوجين ده موجود فين؟ في الكبد والعضلات؟ ولا في العين؟ ولا في الرئة؟ ولا في جدار خلية ناباتية؟ طبعا احنا ده بنقولها لما بنيجي احنا نحفظها جلايكوجين في الكبد والعضلات يبقى العبارة انا حفظ؟ يبقى موجود طبعا في الكبد والعضلات طيب نشوف سؤال سبعة بيقول لنا ايه؟ الربطة البيبتي دية هي ربطة تنشأ بين مجموعتين يترى مجموعتين ايه؟ الامين والامين؟ ولا مجموعة الكاربوكسايل والكاربوكسايل؟ ولا مجموعة امين ونطرات؟ ولا مجموعة كاربوكسايل وامين؟ لو خدتوا بالكو احنا بنتكلم من دقايق انا قلت هنزع اتش من مجموعة الامين وهنزع او اتش من مجموعة الكاربوكسايل يبقى انا بربط بين مين ومين؟ بين مجموعة الكاربوكسايل وبين مجموعة الامين يبقى الاجابة طبعا كاربوكسايل وامين يكفي اختر خدنا فيه اشكال كتيرة تعالى نشوف شكل السؤال او الاسئلة اللي انا عايزك تفكر فيها بدرجة اعلى دي بقى محتاجة منك تفكير اعلى عشان كده انا ركزت عليها او النهاردة سؤال بيقول بوليمر عند تحليله ينتج بوليمر اخر بوليمر احليله ينتج بوليمر اه السؤال ده جانا على مواقع التواصل ما هو البوليمر الاولاني وين يوجد وما وظفته طب ما هو البوليمر التاني وما هي وحدة بنائه طب تعالى افكر معي مين البوليمر اللي لو حللته هينتج لي بوليمر اخر طبعا الطبيعي ان البوليمر عند تحليله ينتج بونيمرات لكن ده معناه ان فيه اتنين متحدين مع بعض ايه البوليمرين اللي ارتبطوا مع بعض وليه طبعا ده شفته في الكروماتين الكروماتين هو dna dna ملتفة حول بروتينات هستونية ده الكروماتين طبعا انا لو جبت الكروماتين ده وعملت له تحليل اول خطوات تحليله هيديك ايه هيديني dna وهيديني البروتين ده اللي احنا سميناه بروتينات الهستون طبعا انا كده حللته واداني بوليمر اخر اداني dna واداني هستون يبقى نرجع لأول سؤال ما هو البوليمر الاول dna ومعاه الهستون طيب اين يوجد موجود فين البوليمر ده اه البوليمر ده موجود داخل النواة ما وظفته ال dna مسؤولة عن ايه مسؤولة عن حمل ونقل المعلومات الوراثية من الاباء الى الابناء طب ما هي وظفة البوليمر او ما هو البوليمر التاني الهستون ما احنا اتفقنا الاولاني الاولاني dna والتاني عبارة عن هستون طب ما هو وحدة بنائه هي الاحماض الامينية طبعا خلي بالك احنا متفقين ان الامتحنة هيجي على نظام البوكلت وانا قلت ده في اول الحلقة يعني ايه كراسة من 11 ورقة طبعا انا هنا كنت برأسئلة بعضها واحنا بنحلها سوا لكن هيكون عندك السؤال وفيه اماكان علشان تقدر تجاوب فيه مكان الاجابة يكفي ويفيد عن السؤال كمان يعني هتلاقي فيه عندك سطور بزيادة ما تقلقش طب نفترض ان انت عايز تكتب اكتر والمكان ما كفنيش انا خطي كبير شوية وعايز ااخد مساحة اكتر طبعا نكتب ورا ما فيش مشكلة وانا خط ملحوظة ورا خلي بالك من النقطة كمان ان الكتاب معاك بمعنى الامتحان اوبن بوك بس خلي بالك كتاب الوزارة مش اي كتاب مسموح لك تدخل به اللجنة لازم كتاب الوزارة معاك اوبن بوك وكتاب الوزارة وخلي بالك برضو ما فيش هوامش تكتب في كتاب الوزارة ما فيش ورق يكون موجود جوا كتاب الوزارة وإلا هتتعرض للمسألة ممكن يسحبه منك الكتاب وتتعرض للمسألة مالهاش لازمة ده كويس اصلا ان انا معايا كتاب الوزارة بس خلي بالك ده مش معنا انا انام بقى وخلاص مانا كتاب معايا ما انا هحل الاسئلة تفكير سؤال زي اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي ده بوليمر عند تحليله ينتج بوليمر دور لي في كتاب الوزارة لو انا مش فاهم مش هارفة لقيه يعني الموضوع برضو محتاج منك فاهم ايه الهدف من وجود كتاب الوزارة ان انا مش عايزك تحفظ لو في حاجة محتاجة منك سطر على بعضه حفظ لا يسيل السطر قدامك اهو مفيش مشاكل ما تحفظوش بس شغل ايه فاهمك شغل دماغك يبقى مفيش حاجة تكتفها هو مش الكتاب مفيش حاجة على الجلب مفيش ورق مفيش اي حاجة كتاب الوزارة زي ما استلمته ويفضل كمان انك ما تحلش تدريبات اللي ورق حلها شافوي حلها في ورقة خارجية لا داع ان انت تحل وتكتب اجابات في الكتاب واتفقنا خلاص عندك مكان هتجاوب فيه ما تعرضش نفسك لأي مشاكل فكر احنا عايزين دماغك تفكر فكر والموضوع مش هيكون صعب برضو اكيد اكيد مش هيخرج عن الاسلوب اللي احنا شغالين عليه لو رجعت حلقة النهاردة واخر حلقتين كلهم عبارة عن مراجعة بالاسلوب ده ان شاء الله مش هتواجه اي صعوبة لو دربت نفسك من خلال اسئلة التلات حلقات الاخيرة دي طيب نكمل سؤلنا نرجع تاني يبقى البولم الاولاني كان دي ان ايه موجود جوه النواة وظفته نقل المعلومات الوراسية البولمار التاني هو بروتينات الهيستون ما هي وحدة بنائها هي الحمض الاميني سؤال بسيطة هو انا فهمت ان البولمار اللي مرتفع حول البولمار هو الكروماتين اصلي الكروماتين ده عبارة عن دي ان ايه حول بروتين والدي ان ايه ده بولمار لانه عبارة عن عديد النيوكليوتيد والهيستون ده بولمار لانه عبارة عن احماض اميني طيب بص كده وارد اول يجيني السؤال بالشكل ده صورة ويسأل عليها الشكل المقابل يوضح نسيج معين انا مش عارف ايه هو النسيج ده طيب في دوق ذلك اجب على فكرة الصورة موجودة في الكتاب النسيج ده النسيج العزمي نوع من انواع الانسيج الهيكلية نسيج ضم هيكلي ده نسيج العزم يبقى اسم النسيج وحكلا ايه مساحة تكتب فيها ده النسيج العزمي طيب علل للنسيج الموضح ده اكثر صلابة يعني حتى لو انا شاكك لما قال لي اكثر صلابة وضح لي ما انا مقولش كلمة الصلابة دي غير في العزم يبقى ليه هو صلب لترسيب املاح الكالسيوم عليه الاجابة لا تتعدى اربع كلمات لترسيب املاح الكالسيوم عليه طيب النسيج ده من النوع ايه طلائي ولا ضم ولا عضلي لا النسيج ده نسيج ضم وضم هيكلي كمان طيب وضح اهم ووظائفه ايه دعامة دعامة الكهن الحي بيساعده على دعامته العزم كمان بتديلك شكلك الخاص فاكر واحنا منشرح الجزء ايه دي لما قلتلك لو انا جبتلك عزم دفضع وجبتلك عزم سمكة وجبتلك عزم انسان تقدر تميز بينهم قلتلك اكيد مشكل الهيكل باين يبقى العزم وضحيت لي شكل الهيكل او اقدر اقول انها مسؤولة عن تحديد ايه تحديد شكل الكائن ده يعني بتدعمه بتكسبه شكله ايه بتكسبه شكله الخاص وطبعا بيساعدك في اداء الحركة يا خيال لو انا شلت اطراف السفلي وحطيت مكانها جلد بتعرف تيمشي عليها او لحم لا طبعا ولا اقدر لو انا شلت اطراف على الوية وحطيت اي نوع من انواع العضلات فيها تقدر تتحرك لا يبقى وجود العزم واتصالها بالعضلة عن طريق حاجة اسمها او طار هو ده اللي بيساعدك على اداء ايه الحركة يبقى دعامة هساعدني في الحركة بتحافظني على بعض اجزاء مهمة جدا جوة الجسم زي ما الجنجومة بتحافظ لك على المخ زي ما الفقرات في عمودك الفقاري بتحافظ لك على الحبل الشوكي ساعدتك كمان في اداء الحركة طيب نشوف سؤال كمان معانا سؤال مصطلح بيقول اذكر المصطلح العلمي مع ذكر الوظيفة يعني ما قالش مصطلح وبس عايز اعلمك انك لما تيجي تكرر رأس السؤال امشي للاخر ما تاخدش اول كلمتين وتجري ان ممكن يكون في حاجة تانية انت مش واخد بالك منها طيب نوع من الليبي دات بيتكون من اتحاد احماض دهنية مشبعة مع الجيل السرول خلي بالك تاني نوع من الليبي دات تتكون من اتحاد احماض دهنية مشبعة مع الجيل السرول طالما قال مشبعة وانا عمالة ركز عليها قوي يبقى انا بتكلم عن الدهون الدهون او السم طيب مشبعة طبعا لانها بتكون كسفتها عالية بس هو قال لي وظيفة كمان ايه وظيفة الدهون هتقول لي ما خدناهاش ليه ما خدناش ان الدهون توجد تحت الجلد بيساعدني على انها بتعمل كعاز الحراري يبقى مهم يبقى معايا لها وظيفة الدهون في جسمك لها وظيفة تعمل كعاز الحراري طبه بيقول لي سكر معقد بيخزن في الخلال حيوانية اول ما اسمع سكر معقد هيجي في بالي يا ترى نشا ولا جليكوجين ولا سليلوز طب ده الخلال حيوانية يبقى جليكوجين طب ايه وظيفته وجليكوجين له وظيفة اه طبعا ده كربوهايدرات مخزنة يعني تخزين للكربوهايدرات يعني في حال نفاز السكر الاحادي من طعامك او من جسمك وفي حالة نفاز الاتب مركبات الطاقة يلجأ الجسم الى تحويل الجليكوجين الى سكر احادي ليتم حركه او هدمه عشان نحصل على الطاقة سؤال جيم بيقول عضية او عضية تتكون بفعل عضية اخرى وعضية بيكونها عضية اخرى وعايز وظيفته يا ترى ايه العضية اللي بتكونها عضية تانية دي طبعا انا هنا قصدي الليسوسوم لان الليسوسوم عضية بيكونها جهاز جوجي يبقى العضية دي هي الليسوسوم طيب ايه وظيفتها ما هو طلب الوظيفة الليسوسوم يحتوي على انزيمات هاضمة تعمل على تحليل جميع انواع المواد الغذائية وكمان التخلص من العضيات او الخلايا الهارمة والمسنة وكمان لو في اي ميكروبات او اي فيروسات بتخلصنا منها علشان كده الليسوسوم يوجد بكسرة في الجهاز الهضمي عشان يخدم المواد الغذائية وكرات الدم البيضاء عشان تخدمني طبعا الميكروبات والفيروسات والخلايا الهارمة والمسنة طيب سؤال شكله برضو مختلف بحاول انا وعلك بص كده على الرسم اللي معنا بيقول لي ايه اذكر اسم المركب ألف وبه بس ما قالش اكتر من كده طب دقى النظر كده ألف زائد فاركتوز ام الديني به خلاص اتحلت عرفت ألف مين اكيد الجولوكوز ولو رجعت للحلقة السابقة الجولوكوز سكر احادي موجود في جميع انواع السكرات السنائية وده سكر سنائي لانه عبارة عن اتنين احادي يبتحدوا مع بعضه يبقى ألف ده الجولوكوز والفاركتوز هيتحد معاه عشان يديك مين عشان يديني سكر السكروز لا يخلو امتحان من السكريات السنائية السكر السنائي تعال نفتكرهم مع بعض ليه السكر بنقول عليه سنائي السناتك من اتحان جزئين من السكريات الاحدية زي الملتوز عبارة عن اتحاد جولوكوز مع جولوكوز السكروز يعني ان سؤالنا دلوقتي عبارة عن اتحاد جولوكوز مع فاركتوز لسه مين معايا لسه سكر اللمن سكر اللاكتوز عبارة عن اتحاد جولوكوز برضو مع جالاكتوز مافيش امتحان يخلى من سؤال عن السكر السنائي بيتكون من ايه يبقى دي تلات اشكال بتاعت السكريات السنائية اللي احنا خدناها طيب تعال نشوف سؤال تاني برضو رسمة وهنسأل فيه بص معايا كده على الرسمة دي بيقول لي رسمتين او دايرتين دخلين على بعض في مكان طلاقي بين الدايرتين ومديني ارقام بيقول لي حدد لي من خلال الارقام من واحد لستة ايه التشابه وايه الاختلاف بين الدي ايه والار ايه يعني ايه طب بص كده على الدايرتين اللي تحت ده انا مكتوب عليها دي ايه واحنا مكتوب عليها ار ايه واحد واثنين دي حاجة تخص الدي ايه بس عفوا طلاتة واربعة دي حاجة مشتركة في الاتنين خمسة وستة دي حاجة موجودة في الار ايه بس تقدر تعرف بها ايه الموضوع اه طبع طب ما تيجي نبدأ بواجه التشابه انا هبدأ ببيان تلاتة واربعة تلاتة ده هيكون ايه ده انا ممكن اكتب حاجات كتير او ممكن اقول ان الاتنين الحمدين النوويين كلا هما ما يتكون من نيوكليوتيدات واحد البناء هي نيوكليوتيدة نعتبر دي تلاتة واحد البناء هي نيوكليوتيدة اربعة الحمدين النوويين مسئولين عن ظهور الصفة الوراثية ايه دي رقم اربعة انا بجيب واجه التشابه ممكن اقول حاجات تانية كمان النيوكليوتي ده فيها مجموعة فوسفات في زارة الكربون رقم 5 وفيها قاعدة نيتروجينية في زارة الكربون رقم 1 ما دي برضو اوجه تشابه يبقى انا قلت كذا نقطة هو واجه تشابه بين اللي اتنين كلهما عبارة عن نيوكليوتي ده كلهما عبارة عن سكر خماسي ادي نقطتين سكر خماسي زارات الكربون كلهما مسؤول عن ظهور الصفة الوراسية قلت ظهور بس ظهور الصفة الوراسية كلهما يحتوي على مجموعة فوسفات مرتبطة مع زارة الكربون رقم 5 وقاعدة نيتروجينية مع زارة الكربون رقم 1 انا عايز نقطتين احنا قلنا 5 طب ايه الحاجة لتخص الDNA بس ممكن اقول الDNA مسؤول عن نقل المعلومات الوراسية هعتبر دي واحد نقل طيب الDNA يتكون من سكر نوعو ديوكسي ريبوز الDNA شيرتين الDNA يحتوي على الثيمين ادي اربع نقط مش اتنين من اوجه الاختلاف دي حاجة تخص الDNA بس طب الRNA الRNA مسؤول عن تخليق البروتين عشان يظهر الصفة يبقى انا اتفقت الDNA بيحمل هينكل لكن الRNA هو اللي بيخلق البروتين الRNA عبر عن شريط مفرد الRNA نوع السكر فيه سكر ريبوز يعني فيه زارة O زيادة سكر ريبوز الRNA طبعا يتكون او يحتوي على قاعدة اسمها اليوراسيل يبقى انا في كل حاجة قلت اربع نقط مع انه كان طالب من اتنين بس هل ده موجود في الكتاب شرحا سالد ورا بعضه في الكتاب لكن انا عايزك تفهم وتقدر من خلال الكلام اللي في الكتاب ده تقدر تخصص لي ايه وجه التشابه موجود هنا وموجود هنا وإيه اللي موجود في الDNA بس وإيه اللي موجود في الRNA بس فهمت السؤال هيجي ازاي؟ حاجة شبيهة من نفس النظام ده بحاول افتح لك اشكال اسئلة طيب نشوف نكمل رحلتنا في اسئلتنا النهاردة ونشوف السؤال ده ايه انا ركز شوية على اسئلة الرسومات لان اتطلبت مني رسم لي نوعين من انواع المركبات او الجزئات اهو وقال لي اسكر نوع الربطة بين ايه وبي طب انا عرفها من ايه ما تبص كويس كده هتلاقي ايه زائد بي والسام عليه ناقص اتش تو او خلاص اتحلت صدقني لو فكرت كل سؤال له مفتاح ناقص اتش تو او دي يعني عايز يقولك ايه عشان الربطة دي تتم انا نزعت جزئة مية وقمت رابط لك الاتنين ما بعد واصبح اسمه اي بي ما المركب المتكون من ارتباط هذي المونيمرات مع الفوسفور طبعا احنا ما قلناش نوع الربط نوع الربطة بين ايه وبي ربطة ببتيدية مين هو ايه وبي اساسا دول احماض امينية طب لو قال لي ايه بي ده اسمه ايه سنة البيبتيد طب اسم التفاعل ده ايه التفاعل ده تفاعل نازع للمية تاني يبقى اسم المونيمرات الاتحدة احماض امينية اسم الربطة المطلوب في السؤال ببتيدية اسم المركب اللي نتج سناء البيبتيد اسم التفاعل نفسه نازع للمية طيب رجع قال لي ايه بعد عن الجزئية دي وقال لي طب ماذا يحدث لو ارتبط اللي نتج ده مع الفوسفور هتقول لي مش موجود معانا ما درسناش حاجة زي كده لا درست ما انا عايزاك تفكر اللي نتج ده ايه احماض امينية او سناء البيبتيد يعني بدأت يكون بروتين اهو طيب كأني بقولك ان ده بروتين البروتين ده مع الفوسفور هيكون لك ايه طبعا الكازين قمت نقالك على ممطقة تانية اللي هي ايه اللي هو خلي بالك ان كده ربطت بين حاجتين بعاد شوية عن بعض انا عايز اقولك ان البروتين لو اتحد مع الفوسفور هيكون كازين طب شيل الفوسفور وحط يود سيروكسين طب شيل اليود وحط حديد هيموجلوبين طب لو ما ارتبطش يبقى طبعا القلبه مين يبقى مش لازم يجيني السؤال واضح كالمعتاد لا انا عايز اكتفاق ده بروتين يبقى مع الفوسفور هيكون لك ايه طيب نكمل بقية الاسئلة هايجيب لي مخطط بس انا ايرى اسئلته الاوعدين ارجع للمخطط هايجيب لي مخطط ويقول لي او يسألنا علي او السؤال بيقول لي ده عايز حويصالة واحد وحويصالة اتنين وعايز عضية تلاتة وشغلتها ايه وقيت تركيب اربعة طيب ما تيجي نشوف الرسمة اللي هو طالبها دي اه كاتب لي شبكة اندوبلازمي ليها طبعا مدلول طيب شبكة دي وطالما خرجت حاجة نتجة حاجة رحت للحويصالة يبقى دي اكيد شبكة خاشنة ده ممكن يقوم مزوي السؤال ما نوع الشبكة دي دي شبكة خاشنة او محبب اصلا كويت لبروتين والبروتين ده طلع عن طريق حويصالات يبقى يترى حويصالة واحد دي هتكون ايه طبعا هتقول لي مش موجودة في الكتاب هي فعلا مش موجودة بس يا موجودة على الرسمة التوضحية افكرت مكانها فين ولو كتابك في ايدك بص عليه موجودة في العمل بتاع جهاز جولجي جولجي المفروض انه بيعمل ايه دي موجود في الخلال افرازي فاكركم انا بنمثلها ازاي ده بيستقبل ده بيصنف ده هيعدل ده هيوزع هيعبق طبع عشان بروتين يتكون خلال الريبوسوم اللي موجودة على الشبكة وعاوز يروح ليه اجسام جولجي هيروح ازاي هيتفسح كده لأ طبعا في حويصالة وانا وردتك فيديو شارح النقطة لي بالزاد في حويصالة هيبدأ يتحطي فيها البروتين وتخرج من الشبكة او من الريبوسوم في طريقها الى جهاز جولجي طالما تنقلت اسماء حويصالة ناكلة تروح لجولجي هتعمل ايه فيها يا جولجي؟ انا هستقبلها وعدلها وصنفها وهكذا زي ما احنا متفقين طب خلاص دي انت هتخرجها هتوزعها هوزعها ازاي تقوم واحدوته في حويصالة اخرى اللي هي الحويصالة رقم اتنين هسميها حويصالة افرازية يبقى ركز معايا عندي حويصالتين في العمل دلوقتي فيه حويصالة سمتها ناكلة اللي خرجها لسه من الشبكة فيه حويصالة اطلقت عليها افرازية اللي خرجت من اجسام جولجي طيب ولو انا عندي انزيمات زيادة مش محتاجها كنا بنعمل فيها ايه؟ بيقومي كون حويصالة عوضية اسمها اللايسوسوم يعين فيها الكلام ده حلو الكلام لغاية كده؟ يبقى انا عرفت حويصالة واحد اتنين ناكلة اتنين افرازية طب ايه العوضية اللي كونت اللايسوسوم اهميته قلناها في السؤال اللي قابله فيها انزيمات هاضمة تعمل على هضم جميع العضيات الهارمة والمسنة الميكروبات الفيروسات خلات دم الحمراء المنتهية حياتها وجميع انواع المواد الغذائية طيب رجع قال لي ايه؟ طب فيه حاجة اربعة كده قالك الحويصالة دي هتروح على اربعة هتروح فين؟ الحويصالة دي اللي هي الناكلة لا اسفل افرازية هتخرج من اين؟ لما يكون في افراز هيخرج من خلية اي افراز مش لازم تكون موجودة في الكتاب على ما هي عليه بس افراز خارج من خلية هيروح فين؟ طبعا هيخرج من خلية عشان يعدي هيعدي عبر حبابات البروتين التي تدخل فيه تكوين الغشاء البلازمي على فكرة الاسئلة دي كلها جاتني على مواقع التواصل المطلوب ان احنا نحلها او اغلبها عشان كده انا ركسنا انا جبها لك النهار دي يبقى انا فهمت ده انا عايدي حواصلة ناكلة وعندي حواصلة افرازية وعندي ليسوسوم تكون والحواصلة افرازية هتتجه الى الغشاء البلازمي ليه؟ لتمر عبر حبابات البروتين ضع في ذهنك حاجة جميع انواع المواد اللي هتخرج او هتدخل عبر غشية الخلايا لازم تمر من حبابات البروتين اللي اتفقنا بعضها يعمل مواقع تعرف وبعضها يعمل كابوابات يبقى ده كده سؤالنا خلصناه ندخل بقى على سؤال تاني فزورة بيقول لي ايه؟ سكر يدخل في تكوين بوليمر هيستخدم في بناء البروتينات ايه اسم السكر والبوليمر ومكان وجود هذا البوليمر فزورة تعاني اراها تاني بالراحة سكر خلاص انا كده روحت عند الكاربوهيدرات يدخل في تكوين بوليمر البوليمر ده بيستخدم في بناء البروتين خلاص ما اتحلت الفزورة ما احنا قلناها مئة مرة مين المسؤول عن تخريك البروتين او عتقولي الريبوسوم مع ان الريبوسوم كلامك صح بس انا بتكلم عن حاجة تانية انا بتكلم عن ايه؟ اما اجي اخلق بروتين مين بيدخله معايا في الشغلانة دي؟ بيدخل معايا الـ RNA اللي معاه الشفرة وبيدخل معايا الريبوسوم طب ليه ما اخترتش في السؤال ده الريبوسوم؟ هو الريبوسوم ده داخل في تكونه سكر؟ على فكرة لمعلوماتك الريبوسومات عبارة عن مواد بروتينية تتكون من بروتين مع نوع من انواع الاحماض النووية اللي مش عليك هتدرسها في سنة ثالث المهم انه ما فيهوش سكر فانا هتجه كده مين؟ للـ RNA يبقى السكر هو سكر الريبوس البوليمر هو الـ RNA مكان وجوده ينسخ الـ RNA من الـ DNA داخل النواء ثم يخرج من خلال سكوب الغشاء النووي اللي سيتبلازم ليشارك في تخليق البروتين هقول تاني الاجابة يبقى السكر هو سكر الريبوس البوليمر هو الـ RNA مكان وجوده لازم اقوله اصطله مكانين خلي بالك الـ RNA له مكانين موجود جوه النواء وموجود جوه او موجود في السيتبلازم يبقى لازم اقوله ده بينسخ هينسخ من الـ DNA جوه النواء ثم يخرج من سكوب الغشاء النووي اللي يشارك في تخليق البروتين في السيتبلازم طبعا جميع البروتينات بتتكون في السيتبلازم طيب سؤال تاني هجيب لك موقف وابدأ اسألك عليه تعرض شخصي لحادث الشخص تعرض لحادثة الحادثة دي قدت الى اصابته بالشلل النصفي قال لا جاله حادثة وحصل له شلل نصفي ما سبب الاصابة نجاوب بقى السؤال على بعضه مرة واحدة ايه سبب الاصابة طالما جاله شلل نصفي يبقى الاصابة حصلت في الحبل الشوكي الذي يمر عبر الفقرات او العمود الفقاري عشان كده جاله شلل نصفي ما اسم النسيج المتضرر نسيج عصبي انا عرفت منين ما احنا لسه انه عمود فقاري عمود فقاري دي عزام لكن العمود الفقار ده بيحمي مين وراه بيحمي الحبل الشوكي يبقى السبب او النسيج اللي اصاب فقد الى حدوث الشلل هو الحبل الشوكي يبقى النسيج المتضرر هو النسيج العصبي ما العضية التي يخلو منها هذا النسيج العضية اللي مش موجودة في النسيج ده علشان كده مش قادر ينقسم فاصاب الشخص ده بالشلل العضية دي هي الجسم المركزي او السنتروسوم طيب النسيج النباتي رقم 3 بيقوللي النسيج النباتي غير متضرر رغم عدم احتواءه على هذه العضية طب ليه النسيج العصبي تضرر من عدم وجود العضية دي طب النبات ما عندوش العضية دي ليه مش متضرر هقوله ايه مع ان السؤال بعيد عن القصة بتاعتنا بس هقوله اصلا النبات يوجد منطقة في السيتوبلازم تقوم بعمل هذه العضية يبقى شوفت موقفه واحد اتعرض لحادث ايه اللي حصل حصله شلل ليه اصل حبل الشوكي عنده تهتك وبالتالي حصله شلل طب النسيج اللي تضرر ايه نسيج عصبي طب ايه العضية اللي قدت الى ان هو حصله الشلل مش موجودة عشان كده النسيج مش عارف يعود نفسه الجسم المركزي او السنتروسوم اللي هو عبارة عن سنتريولان طب النبات ما عندوش ايش معنى نبات مش متضرر لان نبات عندو سيتوبلازم او عندو منطقة في السيتوبلازم تكون بعمل هذه العضية لان النبات يحتوي على منطقة في السيتوبلازم تكون بعمل هذه العضية طيب تعالا نكمل بقيت رحلتنا في الاسئلة بتاعتنا النهاردة السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه يحتوي اللبن على ثلاث انواع من الجزئات البيولوجية الكبيرة اذكرهم مع ذكر تركبهم رايحناك واجبنا الاجابة على طول اهو طبعا انا خدت كربوهايدرات يبقى مثالها في اللبن سكر اللاكتوز خدنا بروتينات بسيطة دي الالبومين وطبعا اللبن بيكون فيه نسبة دهون يبقى كمان عندو لايبيدات طيب سؤال تاني بيقول قد يصب بعض الاشخاص بمرض فقر الدم الناس عندها انيميا واحنا اغلبنا عندنا انيميا لسوق التغذية مش معناه ان ممكن نكون بنأكل كميات كبيرة لكن الاكل بتاعنا غير صحي او مفوش العناصر اللي الجسد محتاجة ما اسم خلايا الدم المسؤول عن الاصابة ده راجل عنده انيميا يبقى ايه اسم خلايا الدم المسؤول عن الاصابة كرات الدم الحمراء مش موجودة معايا في الكتاب ليه ما قالكش ان انا عندي هيموغلوبين في كرات الدم الحمراء يبقى كرات الدم الحمراء هي المسؤول عن الاصابة اصطلب خلايا الدم يبقى كرات الدم الحمراء طب ما اسم العنصر الكيميائي المساب لهذه الاصابة اوعى تستهجل وتقول لي هيموغلوبين انا بقول لك عنصر انا عايزاك تبدأ اقفل كراءة السؤال كويس على فكرة ممكن حرف ممكن كلمة في السؤال تعمل لك اختلاف كل وجزري في المعنى يبقى هو عايز عنصر كيميائي يبقى انا هتكلم عن مين الحديد جبت منين كلامه لانا هيموغلوبين انا درست عبارة عن بروتين متحد مع حديد يبقى العنصر المعني معايا هنا هو الحديد لسه اسئلتنا ما خلصتش ما اسم المركب البيولوجي الذي يدخل هذا العنصر بصفة اساسية في تكوينه يعني الحديد ده داخل في تكوين مين من المركب البيولوجي طبعا المركب ده هو الهيموغلوبين الهيموغلوبين طب ما اسم الكاشف المستخدم للكشف عن هذا المركب قصد المركب مين قصد الهيموغلوبين وانا عارف ان الهيموغلوبين ده عبارة عن بروتين هتقول لي ما درستش انا اكشف عن الهيموجلوبين ازاي بس انت درست ان انت الهيموجلوبين ده بروتين وانا بكشف عن البروتين بكشف البيوريت يبال الاجابة هو كشف الايه البيوريت تخيل سؤال زادا كلمة انيميا سألت عليها كم سؤال يبال انيميا نتيجة او فاقر الدم نتيجة نقص الهيموجلوبين والهيموجلوبين بروتين وبروتين مرتبط مع الحديد يعني العنصر هو الحديد لكن اسم المركب البيولوجي ده هيموجلوبين من اللي بيحمل الكلام ده او هيموجلوبين موجود فين موجود في كرات الدم الحمراء هتكشف عنه ازاي زيه اي بروتين هكشف عنه عن طريق كشف البيوريد طبعا موقف واسألك عليه وارد اول ان يجيني حاجة شبيهة بكده في الامتحان نكمل رحلتنا سؤال تاني بيقول للجلد في الانسان فوائد متعددة سطرة ها شوف اسأل عليه كم نقطة اذكر فوائد الجلد يا ده كتير او طبعا ما تيجي نعد اثنين تلاتة كده ايه فوائد الجلد الجلد يغطي سطح جسم الكائن او الانسان من الخارج ويبطن بعض تجويفه الداخلية مثل الجهاز الهضمي ومثل الجهاز التنفسي اذا الجلد بيفرز طبقة مخاطية علشان يساعدني في طرد اي نوع من انواع الميكروبات لو انا بتكلم عن القصبة الهوائية عشان يساعدني في دفع البلعة الغذائية لو انا بتكلم عن القناة الهضمية علشان يساعدني في ان ابعد اثر البيبسين او التريبسين عن جدار الاخشية اللي هي الاعضاء اللي هتقدر تهضمني المواد البروتينية دي كمان برضو الجلد او الطبقة الطلاقية لانه هو برضو من انواعه طبعا الطبقة الطلاقية ودينا بدراجع مهمة اوي في امتصاص المواد الغذائية طب اسكر نوعية الانسجة اللي موجودة بالجلد انا بجيب لك طبعا الجلد دي كان نسيج طلاقي قلت كل حاجة حولينا نسيج الطلاقي ده اسكر نوعية الانسجة بالجلد او ده فيه نسيج طلاقي البشرة لسه قلنا وظيفها من دقاي وفيه نسيج دام المصاريقة خلي بالك في الانسان عندي بشرة العلوية بشرة ودي نسيج طلاقي خلايا مصففة تتبع المركب او نسيج طلاقي مركب لانه مصفف تحت الجلد ده فيه عندي طبقة الادمة والادمة عبارة عن خيوط بتسمى المصاريقة تعمل على ربط الجلد باللحم واتفقنا تجمع بين درجة من طوصلة الصلابة وعالية المرونة بدليل لما بشد كده بيرجع الوضع الطبيعي مرة تانية باستثناء لو حد مسن لانه ممكن يكون بدأ يحصل جفاف في الطبقة دي يبقى لما يجي تكلمي عن طبقتين الجلد لازم اسكر البشرة والادمة يعني الطلاقي والنسيج الضام طب ايه اهمية الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد زي اي طبقة دهنية تحت جلد اي كائن حي طبعا تعمل كعازل حراري عازل حراري وبالتالي تقدر يتكايف مع ظروف البيئة الخارجية بالذات لو انا بتكلم عن كائنات بقى اللي هي بتعيش في المناطق القطبية او عندها انخفاض درجات الحرارة طيب نكمل اسئلتنا المرة دي سؤال جاب لي شوية انسجة وطالب مني ان انا اقول له ايه نوع النسيج الموجود في كل حاجة من دول نوع النسيج الموجود فيه طب طبعا لنشوفه وعايز نوع النسيج الموجود في مين اول حاجة نوع النسيج الموجود في اللمف اللمف نسيج ضام وعاقي ادي اول حاجة اللمف نسيج ضام وعاقي طب بشرة الجلد لسه حالا ايلنها طلاقي مصفف طب الجزع عضلات مخططة طب درنة البطاطس نسيج بارانشيمي عارفتها منين اصلي بيخزن بيخزن يعني عنده فجوات داخل القصبة الهوائية طلاقي طلاقي انه بيفرز مادة مخطية نسيج طلاقي موجود في الحواسلات الهوائية كمان ساك النبات بس ما ستكش تحتار والمسؤول عن نقل المية والاملاح يبقى انا بتكلم عن الخشب وده نسيج مركب اقول له الاتنين خشب وهو نسيج مركب يبقى قلنا نوع النسيج لكل حاجة هنقل على شكل تاني من الاسئلة بيقول لي ماذا يحدث في حالة لو غزى ميكروب خليه هيحصل ايه اكيد عندي كرات دم بيضاء فيها لايسوسومات هتدمر هذه الميكروبات لانها تحتوي على انزيمات هادمة يبقى هتدمر الميكروب بانزيماتها الهادمة طيب السؤال بيقول لي طب افرد ما حصلش انفصال اللايسوسوم عن اجسام جلجي مشكلة لن تستطيع الخلية هضم المواد الغذائية دي وعشان كده هتتراقم الخلال هارمة والمسنة والعضيات المسنة والمتهالكة ومش هاضر هضم مواد غذائية يعني عندي مشكلتين لفيه مادة غذائية هادرة هضمها وكمان مش هادرة تخلص من العضيات الهارمة والمسنة طيب لو زاد عندي السبغ الكاروتين ونقص عندي كلوروفيل في البلاستيدة هيحصل ايه هو الكاروتين دي احنا خدناه فين خدناه في الالوان اه هيزيد الالوان في البلاستيدة لكن اكيد هتقل لي كفاءة عملية البناء الضوئي ودي نقطة مهمة اولا العضية التي تحتوي او النسيج الذي يحتوي على الكاروتين انا مسؤولة عن بناء ضوئي لان هنا بيكون الالوان عندي اعلى ممكن يكون بيكسب العضو ده او النسيج ده لونه طعمه ريحته ايا كان لكن اكيد كفاءته في البناء الضوئي بدأت ايه طيب عندي سؤال رابع بيقول لو كسرت الروابط الكيميائية في جزئ الملتوز الملتوز ده السنائي خلي بالك وعدل انت حط عليه بين ديكت هيتغير اه بانتكسرت الروابط اللي بين الاتنين ملتوز هيتغير لون الكاشف من الازرق للبرتقاني طب ليه؟ عشان جزئين ملتوز تحلل الا جزئين من الجولوكوز والجولوكوز سكر احادي طيب يحصل ايه لو غاب اللي يسسوم من خليف جدار المعدة مش هتقدر المعدة دي تخدم البروتينات لعدم موجود الانزيمات الهاضمة طبعا طيب سؤال تاني ازاي اقدر اميز بين النشا والسكر المطحون باربع طرق مختلفة تعالى بقى نفكر فيها سوا نشا وسكر مطحون كلا هما كاربوهايدرات النشا سكر معقد والسكر طبعا ما قال لي سكر يعني انا بتكلم عن سكر ساكروز او سكر جولوكوز هم مش موضح طب تميز بينهم ازاي؟ اول حاجة لو انا اعتبرت ده سكر الملتوز النشا النشا والازابة تعالى جربا بعملية الازابة النشا لا يزوب في الماء لكن السكر هيدوب في الماء ادي اول حاجة طيب ايه كمان؟ تعالى حط عليها يود ليه ما اخترتش بندكت؟ اصله قال لي سكر يعني سكر ساكروز مش هقصر معا بندكت لأ انا هحط يود هحط يود اليد ده لو تغير لونه يبقى ده نشا لو ما تغيرش لونه يبقى ده مش نشا يعني ده سكر يبقى انا اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن عملية الزوبان واتكلمت عن ازاي بكشف عنه كمان ايه كمان ممكن اقوله في الموضوع ده انا ممكن لو انا افترطت ان انا هتكلم عن سكر جولوكوز طبعا نحط بندكت بندكت هتأثر في السكر الاحادي لكن مش هتأثر فيه اليود طيب يبقى انا اتكلمت عن كام حاجة تعال اقارن بينهم كده السكر او السكريات الاحادية بيتزوب في الماء المعقد ده يزوب في الماء السكر البسيط طعمه حل وممكن اقول دي برضو من ضمن الاربع انواعه الطعم التزوق النشا مالوش طعم النشا مالوش طعم لانه معقد لكن السكر ايا كان احادي او معقد لكن طعمه طبعا السكر الاحادي قصدي او سنائي بيدوب يعني هاديني طعم حلو يبقى انا قرنت بينهم من حيث الزوبان حد دابوا التاني لأ قرنت من حيث الكواشف ودخلت بين ديكت لو انا هتكلم عن احادي ودخلت اليود لو انا هتكلم عن المعقد واتكلمت كمان عن الطعم يبقى انا قدرت اكشف عنه كذا طريقة طيب معانا برضو كان سؤال فصر اعتقد عدين على كل جزئية المنهج طيب اول سؤال فصر بيقول لي ايه سريان الدم بصورة طبيعية سريان الدم بصورة طبيعية وممكن اجرالك بسؤال تاني ضغط الدم ثابت دم اللي ما نيجي نقيس ضغط الدم 120 على 80 للشخص الطبيعي المتعافي طب ليه الدم بيمشي بصورة طبيعية في الجسم او بيمشي الدم في الاوعية بتاعته بصورة طبيعية نظرا لوجود مين طبعا ده نظرا لوجود مين يا ترى العضلات الملساء التي توجد في جودر الاوعية الدموية يبقى اقولوا الاجابة ايه نظرا لوجود العضلات الملساء التي توجد في جودر الاوعية الدموية وعلى فكرة برضو الحلقة السابقة قلتلك مرور البلع الغذائية بسهولة في الجهاز الهضمي برضو لوجود العضلات الملساء طيب سؤال اتنين فاستر بيقول لنا عدم حدوث تشابكات بين التوقات الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة لو تفتكن معاك التمانية متر موجودة في حيز البطن ما بتتلبكش ما فيش تشابكات بتحصل لا اتطمن ما فيش ليه؟ لوجود طبقة المصاريكة اللي تربط بين التوقات اللافئة في دي فتمنع حدوث اي تشابكات طيب سؤال تاني بيقول بيحتوي الدم على نوعين من البروتينات اذكرهم مع ذكر وضعهم التصنيفي الدم في نوعين من البروتينات اه طبعا عندي بروتين اسمه الالبومين من البروتينات البسيطة التي توجد فيه بلازمة دم وعندي بروتين الهيموجلوبين وده عبارة عن بروتين مرتبط انا قلت الاسم والوظيفة هو ده وضع تصنيفي اسوأ يبقى بروتين مرتبط ليه قلت على الهيموجلوبين مرتبط اصله عبارة عن بروتين متحد مع حديد عشان كده قلت عليه مرتبط يبقى الالبومين والهيموجلوبين طيب تعالى نرجع ونقول في بعض طبعا احنا كده بنتكلم عن اسئلة الشاملة اللي حاولنا ان احنا نعدي على كزء وزيات المنهج لكن في بعض الرسومات اللي انتو طلبتوا انها تترسم طيب احنا رسمنا الحلقة السابقة الميتو كندر انا مش عايزة اقرر انا عايزة ارسم الوقت البلاستيدة عشان يبقى كل الرسومات انت خدتها او عدناها تاني وعايزة ارسم الخلال عصبين طب تعالى نرسم مع بعض البلاستيدة الخضراء هيكون شكلها ايه البلاستيدة الخضراء او بارعا عضية بتكون وقت ده الشكل البيضاوي او العدسة عاملة زي العدسة المحدبة تمام ونعمل لها جدارين هاللي بالك انا بتكلم عن بلاستيدة ده هقول عليه رشاء خارجي واللي جوه ده هسميه رشاء داخلي طيب في ايه تاني معايا غير الاخشية انا عندي حاجة اسمها اقراس الجرانة بس هعمل كده عصلي ساعات بتنتد احد الاقراس لتلتحم في الكرسي المجاور وابدأ احط شوية اقراس فوق بعضها ايه دي اقراس الجرانة اي عدد رسمتك تاخده ابدأ اعمل اقراس الجرانة وممكن اقوم عامل شوية تانيين هناك يبقى نحط بياناتنا مهمة اول بيانات يبقى دي اقراس جرانة والارضية اللي بتسبح فيها محتويات البلاستيدا هنطلق عليها سترومة يبقى دي اول رسمة رسمتها النهاردة ودي بتاعت مين البلاستيدا الخضراء البلاستيدا الخضراء طيب تعال نرسم الخلية العصبية ودي تكون اخر رسمة ديئة واحدة نخلص الخلية العصبية عندي جسم الخلية والجسم هيمتد منه المحور والمحور بينتهي بنهايات عصبية اللي هتبدأ تمتد في جميع انحاء الخلية هعمل كده زوائد شجيرية او تفرعات شجيرية وهاجي على حدودها واعمل خلايا بالشكل ده كده ويبقى تنسى النواة طبعا والسايتوب لازم يبقى ده كده جسم الخلية ده المحور محور الخلية دي نهايات عصبية ودي اسمها الزوائد شجيرية طبعا هتكون مدفونة في العضلات يبقى انا رسمت كده الخلية العصبية وممكن نعمل هنا بيان تاني ونقول ده عبارة عن السايتوب لازم يبقى نعيد تاني الرسمات اللي احنا كنا قلنا ان احنا مطالبين بيها انا عايزة الحمد الاميني او اللي انت وارد اللي اتجي لك الانتحان عايزين نرسم الحمد الاميني عايزين نرسم النيوكليوتيدا هنرسم الميتوكنديريا والبلستيدا الخضراء النواة معانا برضو رسمة النواة وممكن برضو نعمل رسمة النواة بسيطة كده هنبدأ نمشي على الحدود بتاعة النواة هعمل كده النواة بيكون الغشاء بتاحها او جدارها او برعا اتنين كده طبعا مش لازم اكملها كلها بقى علشان الوقت مش هيصعفنا ان احنا نخلصها كلها لكن من كل سجب من ده هطلع امبوبة كده وابدأ اعمل لها اي التواء على الاساس ان دي المفروض الشبكة وتعالا جوة ونقوم حاطين النواة النوية اسفر يبقى دي المفروض انها نوية ونحط السائل ونقول على ده عبارة عن السائل النووي ودي شبكة كروماتينية ما تنساش نحط شوية خيوط جوة على اساس ان الشبكة بقى او ده الكروماتين الكروماتين وده الغشاء النووي يبقى بيتكون من عندي نوية عندي الكروماتين عندي غشاء نووي وعندي شبكة اندوبلازمية اسفر اندوبلازمية شبكة اندوبلازمية ودي تكون تركيب النووي وكده نكون خلصنا مراجعتنا النهاردة ما راجعت ليلة الامتحان طبعا بنتمنى ليكم التوفيق بكرا ان شاء الله ونسمع عنكم اخبار حلوة بقى ان شاء الله مع الترمي التاني عشان دي اخر حلقة فواجب علي ان انا اشكر كل القائمين على العمل اللي احنا بنقوم بيه ده كل ما هو خلف الكاميرا كل المخروجين دون ذكر اسماء كل المساعدين المخروجين كل هم ما هم اه اعضوا بصمتهم او كل ما يساعدونا عشان تظهر حلقات بالشكل اللائق اللي يناسبكم عايز اشكروا كل اشكر قناة النيل التعليمية وكل القائمين على العمل فيها ونتمنى لكم كل توفيق ابدأنا معكم وقت كويس ويا ريت بقى نسمع عنكم اخبار كويسة ان شاء الله ونلتقي مع الترمي الجاي ان شاء الله ودراسة الفصل الدراسي التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته